موسيقى أحبة الكرام سالفتنا اليوم راح تكون ويا الجدري والجراد في المنامة شدخل جدري بالجراد اسمعوا هذه السالفة طبعا البحرين مثل غيرها من بلاد العالم في مطلع القرن العشرين في ظل عدم توافر الخدمات الصحية والطبية واللقاحات ممثل اليوم وانتشار الأمية بين الناس انتشرت في البحرين أمراض كثيرة وأوبئة ولكم أن تتصوروا أن الناس كانوا ينتظرون كل سنة يصيبهم وباء ولا حول ولا قوة السنة اللي ما يصر فيها وباء يأرخونها أن السنة ما صار في وباء يعني كانوا أرخون سنوات حياتهم بالأوبئة اللي تمر عليهم في البحرين وهذا طبعا يمر علينا ونحن نمر بهذه الجائحة الكورونية هالأيام فنذكر ونقارن بين تلك الأحوال وهذه الأحوال مرت مثلا البحرين بأعظم مرض فتاك وهو الطاعون الدملي أو الدملي اللي أصاب البحرين والخليج عموما في مطلع القرن العشرين عام 1903 ولحقه مباشرة سنة 1914 في الناس ما ارتاحة يعني بوباء الكولراء في المنامة والمحرق حتى سميت هذه السنوات والكل يعرف هذا الكلام سنة الرحمة يبدو أنه بعكس ما كانت موجودة لأن الناس كانوا يطلبون الرحمة بالدعاء بالصلوات يطلبون الرحمة من هذه الأوبئة حتى وصل عدد الوفيات قلوم في تلك السنة إلى حوالي ألف نسمة وهو عدد كبير بالنسبة لسكان البحرين في تلك الفترة ومن جديد تعبالكم الناس ارتاحة يعني سنة 1905 بعد ضرب الطاعون البحرين وهالمره كان جاي من الهند مع البواخر التجارية اللي تأتي يعني احنا مشكلة أمراضنا كلها مبارة وفي عام 1907 أيضا بين شهر إبريل ويوليا حلف البحرين وباء طاعون كارثي بعد طاعون بلغ عدد المصابين فيه ثلاثة آلاف ومئة وواحد وعشرين شخص تصوروا مات منهم حوالي 1889 لا حول ولا قوة وظهر حينها ما سمي بالكارنتينة لليوم احنا نسميه الحجر الصحي يعني لازم واحد يجي من بره يحطونا في الكارنتينة ولا يعني ما يدخل البلد ومرة ثالثة ورابعة وخامسة رجعت طاعون سنة 1911 وطبعا ولصقت فيه وورا مباشرة جاءت الأفلونزا الإسبانية كانت خطيرة جدا هذه لأنها عالمية هذه كانت من يعني أفدح الكوارث اللي أصابت الناس في التاريخ يعني من أفدح الأوبئة تصدقون أنها أصابت ثلث سكان العالم هذه الأفلونزا الإسبانية احنا اليوم يعني بخير في هذا الوباء الله يعني يدفع عن الجميع وصل الوباء هذه الأفلونزا الإسبانية للبحرين سنة 1919 وخلف 1500 حالة وفاة ولا حول ولا قوة ومرة أخرى عاد وباء الطاعون سنة 1924 إلى البحرين وأودى بحياة الكثير من الناس حتى تشير التقديرات إلى أن هناك كان ما يزيد على 4000 حالة من الوفاء بسبب هذا الوباء وهو رقم يتفق كثيرا مع ما ذكرته وثائق مستشفى الارسالية الأمريكية الموجودة في المنامة قالوا بين 4000 إلى 5000 مواطن توفوا بسبب هذا الوباء وبعد ذلك جاء الجدري سنة 1927 وهذه اللي رح نوقف وياه لكن فقط أقول لكم أمثلة من الحالة الصحية في ذاك الوقت يعني الحكومة كانت حينها تحاول حماية البلد ووقاية الناس من هذه الأوباء تصوروا أن مثلا سنة 1949 في واحد أصيب بالجدام في البحرين فعزلوا في الكارنتينة وقالوا لها ما تخالط الناس وصرفوا لها 15 ربية عشان يسفرونها ما يبغون في البحرين لا يبلش العالم وطبعا هذه 15 ربية صارت عليها سالفة يعني لازم يدفعونها وراحت إلى الحكومة ولها يعني دخول وخروج ليش؟ قالوا لأن البلدية تصوروا وكانت البلدية المسؤولة عن حماية الناس من الأوباء وهي اللي عندها المحاجر الصحية قالوا لأن البلدية ذاك الوقت ما كان عندها يعني مأوى صحي لمثل هذه الحالات الجدام طيب في سنة 1941 أيضا صدر إعلان من حكومة للناس في زمن الأوباء يعني قالوا حق الناس لاحظوا الإعلان الحكومة بأن على النساء والأطفال خلكم في البيت تصوروا المقاربة يعني خلكم في البيت بقدر الأمكان ولا تغادرون البيت ولا تختلطون مع العائلات الأخرى أبدا ودائما كانوا يختمون إعلاناتهم ليعلم ذلك أو ليعلم ذلك الجميع يعني وبسبب انتشار مثل هذه الأمراض في البحرين في ذلك الزمان أصدرت أيضا بلدية المنامة ونحن نسوالف عن المنامة بتوقيع معاون البلدية إعلان لباعة النامليت بالضبط وهذه الوثيقة موجودة الإعلان في سبتمبر من عام 1935 يقول الإعلان حق اللي يصنعون النامليت والصودة وأول كان النامليت شغل عديل يعني السكريم البتساني والنامليت كان هاي من أهم المأكولات الحلاوة للناس والأطفال يقول نعلن لعموم صانعي الصودة والنامليت أن مجلس بلدية المنامة الموقر المنعقد في كذا قرر ما يلي لا يسمح لأحد ما فتح معمل لصناعة الصودة والنامليت ما لم تجيز له البلدية إذا ما تجيز لك يعني عليك عقاب اثنين أن يبني محل المعمل بالسمنت يبنى طبعا محل المعمل بالسمنت بالإسمنت وأن يكن دائما يغسل هاي طبعا تعابير السابق يعني الإعلانات يغسلونه يعني بحيث لا يوجد فيه شيء من الأوساخ ثلاثة لا يجوز لصاحب المعمل ما اللي ننامليت أو صانعه ينام في المحل مذكور أولا لأنه اللي قلت السكن فخالوا العمال ينامون في المصنع لا يجوز أربعة لا يجوز أن يستعمل إلا الماء النظيف فقط وأن يكون بصورة دائمية مدائمة بعد خمسة عدم وجود أي أثاث في المحل المذكور للتمكن من تنظيفه يبدو أن اللي ينام واللي يسكن يخلي أثاثه بعد في المعمل وفي المصنع طبعا هذا كله حرصا على الناس طبعا من تاريخه من لم يعتني بذلك ومن لم يحضر الإدارة لأخذ الإجازة سوف يعاقب أمام المحكمة جزاء مخالفته ليكن معلوما كلها تنتهي الإعلانات بهذا الشكل طبعا في سنة 1927 ضرب البحرين وباء الجدري بشكل عظيم جدا ذاك الوقت كان المستشار شارلز بيلغريف موجود فطل إعلان حكومي عن عزم الحكومة على تطعيم الأهالي ضد هذا المرض حتى لا يفتك بهم قال في الإعلان بلغة طبعا غير فصيحة أنه بسبب انتشار الجدري في بلدة المنامة والمحرق وسائر بلاد البحرين أن الحكومة قد عينت حكيما واحدا طبيب وأمرأة لأجل توتين يعني تطعيم توتين توتين ومحل التوتين رح يكون في محلين محل ملك عبد الرحمن عبد الوهاب مقابل بين بيت الحاج علي يتيم في المنامة ومحل آخر للرجال وآخر للنساء والأطفال وأوقات التوتين يعني التطعيم شدي كتبها للجميع تبدأ من الساعة التاسعة بالتوقيت العربي بالنهار في الساعة الحادية عشر والنصف في جميع أيام الأسبوع ما عدا الجمعة موقفين وحتى الناس غير المصابين بالجدري قال لهم لابد أن تحضرون للتطعيم ووقاية من الجدري المنتشر في البلاد هذه الأيام ورجع يقول والتوتين التطعيم يعني مجانا بغير أجر بلاش توقيع المستشار ليكون معلوما ومع ذلك لم يكن هناك التزام للأسف لمنع انتشار المرض وتفاقمه بين الناس مما اضطر بليغريف لإصدار إعلان رقم اثنين يقول فيه نؤكد على الامتثال لهدايات الحكيم لاحظوا التعبير لهدايات الحكيم المشروحة لأجل انسداد المرض المذكور قال لهم تحفظوا المأكولات عن الدباب جميع مياه الشرب والطبخ تطبخ يعني تغلى لأن التطبخ يعني تغلى قبل الاستعمال تحافظون على تنظيف المطبخ ولبس الطباخ يعني يقصد غطاء الرأس أن لا تأكلوا أكل اليراد أو الجراد لا تأكلونه تجنبوا أكل الخضروات غير المطبوخة والثمرات اشربوا قليلا من الليمون يوميا يبدو هاي النصيحة قديمة يعني شرب الليمون في مثل هالأوبئة إذا أصيب أحد منكم بهذا المرض تعالوا إلى بيت الدختر هاي ذكرني بدختر حبيب لأجل العلاج ليكن معلوما في هذا الموضوع أيضا مع كل هذه الإعلانات يعني الناس في كل زمان ما كان ترى ما يختلفون يعني ناس تستجيب ناس ما تستجيب لكن مع كل هذه الإعلانات والعمل من الحكومة حثيث للقضاء على المرض فقد انتشره واستمر عدة أشهر ويصيب به الكثيرون حتى ظلت في وجوههم إلى سنوات تالية والكل كان يقول أن هذا جاي من زمن الجدري بشكل بسيط وبكل بساطة ليش الناس ما كانت تستجيب ولا كانت تتابع مثل هذه الإعلانات السبب يا جماعة الخير بسيط جدا لأن الأمية كانت منتشرة فالناس ما تقرى هاي الإعلانات المعلقة في كل مكان والسلام اشتركوا في القناة